أنا على الهواء مباشرة دكتور لؤي عدنان صلاح استشاري جلدية وتجميل صباح الخير دكتور لؤي صباح النور أهلاً فيكم أهلاً وسهلاً فيك دكتور يعني ما شاء الله الشتاء دخل علينا بدري هالمرة فلعل الناس يمكن ما احتاطت كثير أو ما تجهزت فإش أبرز المخاطر اللي ممكن نواجهها وتواجهها البشرة تحديداً في فصل الشتاء المشكلة في الشتاء هو الجو البارد والجفاف والسنة هذه عندنا عامل إضافي اللي هو فيروس الكورونا فالناس عشان تحتاط من فيروس الكورونا تضطر لتعقيم البشرة بشكل أحياناً يكون مفرط وبشكل أحياناً يكون زائد ويهيج البشرة زيادة خصوصاً عند استخدام الصوابين القوية مثلاً فهذا بيزود جفاف البشرة وبالتالي يزود المشاكل المرتبطة بجفاف البشرة وأشهرها لكزيما بكل أنواعها غير كده عندنا أمراض أخرى بنشاهد أنها بتزيد في الشتاء زي الصدفية وفي أمراض برضو متعلقة بالتعرض للهواء البارد أنه يهيجها زي الوردية ونشوفها برضو زيادة في فصل الشتاء طيب مثل هذه الأمراض اللي أنت ذكرتها أو هذه المشاكل اللي ذكرتها دكتور هل هي حتظهر مرة واحدة على الشخص ولا أنه هيكون في تاريخ لهذه الأعراض بتظهر مع كل شتاء فالمفروض أنه يكون مستعد طبعاً أغلب هذه الأمراض مزمنة تبدأ من سنين وتستمر مع الشخص فأغلب المرضى اللي يعانوا من الأشخة من الأمراض هادي يتعلموا أنهم كيف يهتموا ببشرتهم وكيف تكون عندهم نظام عناية للبشرة مناسب لنوع بشرتهم سواء كان جاف سواء كان حساس وغيره طيب دكتور يعني في ناس ما شاء الله طوال السنة سواء شتاء ولا غيره مستمرين في أخذ مثلاً ترطيب الجسم وإلى آخره والعناية بالبشرة هل يفرق الموضوع معهم في فصل الشتاء؟ هل في أشياء إضافية ولا لا؟ فصل الشتاء ستزيد البرودة سيزيد الجفاف فالأشياء اللي كانت تنفع معك في الفصول الأخرى يمكن ما تنفع معك فصل الشتاء عشان الجفاف أزداد فيحتاجوا إذا بيستخدموا مثلاً مرتبات خفيفة لوشنز يحول مرتبات كريمية مرتبات زيتية أكثر عشان هذه المرتبات بتحافظ على رطوبة البشرة لفترة أطول وتعطي ترطيب أقوى للبشرة جميل هل هناك مثلاً نظام غذائي صحي الواحد ممكن يتبعه في فصل الشتاء سواء كان عنده أحد هذه الأمراض المزمنة أو كان عنده حساسية تظهر مع كل موسم شتاء بشكل عام كل ما نأكله بيأثر في بشرتنا إذا نظام الغذائي اللي نتبعه غير صحي سيؤدي لبشرة غير صحية في أغلب الأحيان والعكس صحيح اتباع نظام غذائي صحي خصوصاً فصل الشتاء أنه بناخد فايبرز إضافية زيادة نحافظ على الاحتياج اليومي من السوائل من 2 إلى 3 لتر نشرب في اليوم والبعد عن المأكولات السريعة والمأكولات التي فيها سكريات عالية هذا سيعطينا بشرة صحية وبشرة نظرة خالية من الحبوب إن شاء الله طيب دكتور لوئي الكلام هذا ينطبق على كل الفئات العمرية أو في استثناءات مثلاً كبار السن موضوع أنه يعني ضعف الحركة لديهم كثيرة أو طلة الحركة في بعض الناس معرضين للجفاف أكثر هم الناس اللي عندهم إكزيمة تأتوبية هذه مشكلتهم تكون أنه عندهم الطبقة الخارجية من الجلد تسرب موية بشكل أكبر من غيرهم فيتعرضوا للجفاف بشكل أسرع والطبقة الخارجية ما تكون عازلة بشكل كبير كبار السن بتقل عندهم نشاط الخلايا الدهنية فبالتالي ترطيب بشرتهم يكون أقل من غيرهم هذا غير أنه برضو طبقة الخارجية من الجلد ما بتحمي بشكل كافي فيتعرضوا للجفاف بشكل أسرع للتشققات بشكل أسرع وممكن تعرضوا الإكزيمة بشكل أسرع برضو نعم طيب لو تكلمنا شوية عن يعني اللي عندهم السكر هم دائما محتاجين للترطيب سواء كان في فصل الشتاء أو على مدار العام يعني كيف ممكن يكون اهتمامهم أكثر بالقدم بالجلد بحالتهم حالة البشرة خصوصا مع الجفاف المتسبب به فصل الشتاء مرض السكر يحتاجوا عناها خاصة زي ما قلنا بشرتهم تكون جافة وخصوصا في الأطراف فلأياديهم ولرجولهم بشكل خاص يحتاجوا مرطبات تكون قوية تحتوي على مادة اسمها اليوريا اليوريا بطيطة ترطيب قوي للجلد وتحمي الطبقة العازلة هذا واحد الشيء الثاني يشربهم للسوائل لازم يكون ممتاز يشربوا من 2 إلى 3 لتر من السوائل واستخدام المرطبات الثقيلة برضو مثل الفازلين خصوصا بعد الاستحمام حيفيده مكتب نرجع لموضوع الفازلين الفازلين يعتبر من أفضل المرطبات اللي نفضلها رغم أنه جدا رخيص في السعر والناس ما تحبه عشانه رخيص في السعر والناس تحبه بمرطبات الغالية بس ميزة الفازلين أنه يشكل طبقة عازلة فيحمي الرطوبة بعد ما هي الناس ما بتحبه عشان هذه الطبقة العازلة يا دكتور مش عشان السعر تعرفي العلماء حاولوا يلاقوا حلول للمشكلة هذه ومن الحلول اللي ممكن نعطيها خصوصا للأطفال عشان يقدروا يتحملوا الفازلين على بشرتهم أنه وقت الاستحمام وهم بيستحموا يحطوا فازلين على البشرة وبعدين يشيروا الطبقات الزايدة اللي حسوها تقيلة ويخلوا آخر طبقة اللي هي طبقة خفيفة 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 بس الميزة أنك لما تحطي فازلين على بشرة رطبة بيحافظ على رطوبة الجلد جواه وصدقيني مهما شفتم من المرطبات مهما روحت واشتريتوا أغلى أنواع المرطبات ما حتلاقوا مرطب فعال في تغطيب الجلد مثل فازلين السلام طيب دكتور رأي المرطبات تكلمت عن هذا الموضوع وركزت عليه كثير هل الواحد ممكن يبحث عن المرطبات الغالية لأن فيها جودة معينة ولا هي ليست بالغلاء إنما هي بالمكونات اللي في هذا المرطب زي ما تفضلت الموضوع ما هو بالسعر الموضوع بالمكونات في مرطبات يكون أسعارها بـ 500 حتى توصل لألاف الريالات عشان تحتوي على مواد نادرة من لقيها في أغلب المرطبات تصنيعها يعتبر يتطلب مبالغ عالية لكن ما في دراسات أثبتت أن هذه المرطبات أكثر فعالية من المرطبات العادية اللي بنشتريها بـ 10 أو 20 ريال يعني دكتور أبرز ثلاث نصائح اليوم لازم نلتزم فيهم الشرب المياه الأكل الصحي والترطيب وعشان فترة الكورونا نحاول نقلل استخدام الكحول بشكل عام لتعقيم البشرة نستبدله بماء وصابون والصوابين اللي نستخدمها لازم تناسب قلوية البشرة الصوابين القوية اللي تعتبر ضد البكتيريا اللي تروج لها في الهدى ما طعطي حماية إضافية من البكتيريا والفاروس وبالعكس تنشف البشرة بشكل كبير طيب نتمنى السلامة للجميع إن شاء الله وشكرا لك على كل هذه المعلومات دكتور لوأي عدنان صلاح استشاري جلدية وتجميل كنت معنا من جدة عبر الله شكرا لك يعطيك العافية والله يعافيكم شكرا للصداة